كيف يمكن أن ندرس قواعد النحو العربي في المرحلة الابتدائية؟ لا شك أن تدريس قواعد النحو العربي في المرحلة الابتدائية يجب أن يحظى بعناية كبيرة جداً لأن التلميذ في هذه المرحلة يبني اتجاهه نحو اللغة العربية ونحن نريد من المتعلمين أن يبنوا اتجاهاً إيجابياً نحو تعلم اللغة العربية ونحو استخدام قواعد اللغة العربية لذلك في المرحلة الابتدائية فإن التركيز الأساسي لا يكون على تدريس قواعد النحو العربي بشكل منفصل عن نسيج الدرس اللغة وإنما يجب أن نعمل على ضم القواعد النحوية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من تدريس اللغة العربية بشكل عام كلغة كوحدة متكاملة في مواقف لاستخدام الفعل تحدثاً وكتابة وقراءة واستماع لذلك فإن المقترح أن يتم تدريس قواعد النحو في الصف الأول والثاني الابتدائي من خلال العمل على تنمية الاستخدام الصحيح للغة انتبه معي لو سمحت مرة أخرى في الصف الأول والثاني الابتدائي يجب أن يكون التركيز على تنمية الاستخدام الصحيح للغة من خلال عرض النماذج اللغوية السليمة حتى يبدأ التلميذ في محاكاة هذه النماذج وفي استخدام اللغة بشكل يتفق مع السليقة أو الفطرة اللغوية الصحيحة في الصفين الثالث والرابع يبدأ المعلم في تقديم تدريب مبسط على قواعد نحوية سهلة مثل أسماء الاستفهام والأفعال والأسماء الموصولة مع استمرار التدريب المباشر على التعبير السليم كأننا في الصفين الثالث والرابع نفتح بابا صغيرا نقدم من خلاله أمثلة على قواعد نحوية مبسطة نطلب من التلاميذ أن يستخدمها في حديثه وفي كتابته أكثر ما نطلب منه أن يحفظها أو أن يعرف إذن التركيز هنا على استخدام هذه القواعد مع استمرار التدريب الذي بدأناه مع هذا التلميذ في الصفين الأول والثاني الإبتدائي في الصف الخامس والسادس يبدأ التدريس المباشر لقواعد النحو العربي بطريقة استنباطي مع التركيز على التدريب ضع خط تحت كلمة التدريب مع التركيز على التدريب وتطبيق القواعد في التعبير أي في مواقف التحدث والكتاب كأن تدريس النحو في المرحلة الإبتدائية يبدأ بالتدريس غير المباشر من خلال إعطاء التلاميذ في الصفين الأول والثاني الإبتدائي نماذج وتعبيرات لغوية يمكنهم أن يستخدموها أو يحاكون استخدامها في لغته في الصفين الثالث والرابع نبدأ بتقديم موضوعات بسيطة متدرجة مع التركيز على التدريب واستخدام هذه القواعد في مواقف التحدث والكتاب في الصفين الخامس والسادس كما نرى أمامنا نبدأ في التدريس المباشر لقواعد النحو ولكن بطريقة استنباطية مع التركيز على تدريب التلاميذ على استخدام كل قاعدة في تحدثهم وفي كتابته اشتركوا في القناة